السلام عليكم ورحمة الله اي سكر ساندة نصف كأس العنبة لدي ملعقة كبيرة الخميرة الفورية خميرة الخبز ملعقة صغيرة غير مملوئة الملح وصشية زهرة البرتقال ممكن نعودها بربع كأس أو نصف كأس المظهر في هذا الصشية زهرة البرتقال تضع مدق رائع معلقة كبيرة السمسيم أو الزنجلان معلقة كبيرة ينسون أو نافع نافع لدينا البلدي دقيق تقريبا 1-500 جرام وانا نقول لكم شحلت تقريبا ما قدير مضبوطة شحلت في العجين فهنا كما وشته نأخذ واحد البول أو إينا على هذا ونبدأ على بركة الله نوضع الماء المطبيعة الحال دافئ كؤوس الماء نفرغ الكؤوس الماء المدفين ونوضع عليهم مباشرة نسف كأس السكر الخاشين ونوضع الملعقة الخميرة الخبز ملعقة مملوئة دائما على حسب الجو ونأخذ جهد ملعقة صغيرة ساشي زهرة البرتقال نكهة زهرة البرتقال ممكن تعودها بربع كأس أو نصف كأس المظهر ونعطي نصف الزهر ونعطي نصف كأس الملعقة صغيرة غير مملوئة الملح ونوضع كل لهذا الشكل ونضيف نصف كمية البطقيق ونضع نصف كمية ونضع نصف كمية ونضع نصف كمية ونضع الخالط من الأول سوف اضعه في كأس الخلاط الكهربائي ونضع نصف كمية هذه المرحلة مهمة لأننا نضع نصف هذا مقادر جيدا فهنا في مدين نصف كمية فهذه المرحلة بالضبط نضع نصف كمية لتعطينا النتيجة التي نريد أن نحصل على هذه القرص يأتي خفيف ومهوي ويأتي من الوسط يأتي خاوي ويأتي خفيف بكثير كما قلت لكم أن تغذروا في الخلاط الكهربائي يعني الكاس الذي كانت تحن فيه العاصير فهنا كانت تحن جيدا حتى يبدوا يبنوا لي فقاعات وفي نفس الوقت يدامج الخليط وليس يبقى فيه كتل نهائيا فنحصل على هذا الخليط وهنا الفقاعات لا تبين مع الكاميرا مع الإضاءة فأعطينا الخليط أنه فيه فقاعات يعني كي يعني على أنه تدلك جيدا يعني من كانت تحنوه ففي نفس الوقت يتتحن ويتتدلك هنا ضفت ناس في كأس زيت نباتي وكنضيف الزرارة من طبيعة الحال اللي هما يبقوا اختياريين لكن كي يعطي واحد نسم رائع على هذا القراش له القرص وهنا سنأخذ الملعقة ونخلط الكل جيدا بهذا الشكل هذا فهنا في هذه المرحلة هذه القرص دينا ستدلك يعني بدون مجهود مازال ما ندلوش مع شيء مجهود آخر فهنا كي مشتو وضعت الباقي ديال البقيق وكننحرك بالملعقة فقط بهذا الشكل هذا كنحاول غير أنني نجمع ذاك العجين يعني ما يبقوش فيه كوتال ديال البقيق اللي ضفت وهنا غنضيف الكيمية الباقية هنا بالضبط يعني عندي نصف كيلو خمسمائة جرام مضبوطة يعني عبرتها خمسمائة جرام ديال البقيق اللي دخلت في هذا القرص ديالي أو هذا القراش فهنا بهذا الطريقة هذي كي مشتو كي يجيل العجين عفوا كيلتاسق بهذا الشكل هذا فمن يستحسن نريد من العقة كتسهل علينا وليس ان تلتصق في يدينا هذا هو القوام كنحاول نضيف الكيمي في القرص ديالي لذلك يجيل الجنة أو القريش فضرحي أن العجين يكون في هذا القوام يعني يكون في ألتصق في اليدين بهذا الشكل هذا كم الشك المشتم فهنا كنحاول نضيف كبير جوانب فقد نضيف أن ننضيف الكيمي ونحاول أن نضيف الكيلي ونجف في الانتصال هنا بعد مادر أضيفه فكان نستعني الأذياء الزيت النباتية فقط نضهن العجين من على بره ونحاول نجمعه ونشكله بهذا الشكل هذا حتى نغطيه بالفيلم لن يلتصق لنا العجين مع البلاستيك الغدائي فهنا نغطيه ونغطيه عليه بشي مينديل ونجعله يخمر ويضاعف الحجم هنا بعد ما اختمر لنا القرص ديانا أو الخالي يضاعف الحجم ديانا ضروري أننا نجعله ويخد وقته لكي يخمر ويجعله في فقاعات ويجعله في مدلوك ويجعله في هذه الشكل فدائما باستعانة بالزيت النباتية القليل فقط لان الخاليات كما قلت لكم فهنا سيلتصق فنحاول نفرغ منه الهواء بهذا الشكل صفي ونحاول نقوم باستعانة بالخاليات ونأخذ هنا واحد الصفيحة الفورن التي وضعت فيها بابي كويسون ونضع فيها القرص ديانا ودائما باستعانة بالقليل فقط من الزيت النباتية ونقطع قريصات بالحجم دائما كي يبقى اختياري ولحسب الرغوة هنا قريشلات او قرص بلدي 100% كذلك قدرته كبير كما تشوفه معايا فهنا نقطع ونضعه دائما كلمشته ونقوم باستعانة 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 ونقوم باستعانة ونقوم باستعانة باستعانة ونقوم باستعانة ونقوم باستعانة خلطه نقوم باستعانة نتضيف جيكة من خلط السكة الخاشين مع القهوة الدوبان وضع ماء وضع نتيجة سترائعة بحالة دهنته بالبيت وهناك ندهن القرص لا يستطيع ان احتمل الجوانب يحتمل الجوانب لديه الحواف كل القرصة ويستطيع ان اخذنا حمارة واحدة نأخذ قليل من السمسيم أو الجنجلان ويستطيع ان نضيفوا حالة تغسية الوجه قم بذلك اتمنى اشفاء اتمنى استخدام الصف違ات اكتباء الك ruined اتمنى مكنة ونركز على الحواف أن يدهنه جيدا يعني القناة تجنب الجوانب وهنا الفرن صخن على 180 درجة نشعر العليل تحته يتحمر من الأسفل وتتحمر الوجه ونرى الشكل نيائي يأتي القرص أو قرش للدينا على هذا الشكل يأتي خفاف 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 كثيرا يأتي قطنيين على هذا الشكل كما اشته وذلك التحمير التي تعطيهم سكر الخشين مع القهوة سريعة دوابن يأتي رائعة وهذا هو القرش للدينا أو القرص في طبق التقديم يأتي قرشلات أو قرص بلدي يعني يأتي 100% رائع اقتصادي جدا كما أقول لكم بدون بيت بدون حليب بدون زبدة يأتي ولا أرواع بالماء فقط يأتي روعة ويصبر معنا بزاف بزاف يعني يطول معنا بما أنه ما فيش الحليب اللي غادي يفسدو يعني ما غيخسرش فصدقوني يأتي رائع وممكن يحتفظو بيحتف المجمد يعني يبقى منك تجبدو من المجمد يبقى بحال هكا يعني يجي خفيف خفيف بحال القطن صار حصدقوني يجي أخف أخف من الريشة يجي رائع ومن الوصاب كيف ماشته فتحت معكم القرصة كتجي مهوية من الداخل كتجي قطنية ويجي كيدوم في الفم الصراحة واحد ما دق فيه رائع دي الزهرات البرتقال كي يجي لديد 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 بزاف كنتمنى ان شاء الله الوصفة دي اليوم تكون نالت نالت الإعجاب دي لكم عفوا وكنشكركم على حسن المتابعة وكنتمنى تجربوه راه يستحق تجربة يعني شي حالة الاقتصادية وزوينا لنا الفطور والقود للولدات نصفتوه معهم حتى المدراسة كنفتوه من الوسط نقدروا فيه يعني شوية العسيلة او فرماج كي يجي شي حاجة اللي هي روعة بزاف فلعجبكم فيديو ما تبخلوش عليها بلايك فضلا وليس امرا الناس اللي ما زال ما تشاركوش مرحبا بكم اشتركوا فعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد وما تنسوش بارتاج مع الاهل والاحباب باش يعمل فائدة وكنتمنى اللقاكم فيديو مقبل ان شاء الله في صحة جيدة وفي احسن الاحوال وواحد المعلومة يعني كيفما قلت لكم ان لا بغيتوا تحساف ضويف مجميد فكيبقى نفس الشكل فقط كان وضعوه في علب وكنتمنى اللقاكم في فيديو مقبل